الجيش يعلن عملية عسكرية لكسر حصار تعز لماذا لم يصاحب هذه العملية زخم من قبل الشرعية والتحالف؟ وهل ستكون هذه عملية ناجزة هذه المرة؟ أم ستكون كسابقاتها من العمليات المتعثرة؟ أهلا بكم أعلن قائد محور تعز العميد سمير الصبري انطلاق معركة كسر الحصار عن المدينة قائد محور تعز إذن قال عفوا المراسل بالقيس إن معارك عنيفة دارت في محيط الدفاع الجوي وجبل البعش وتباب القارع ومواقع أخرى فيما شنت ميليشيا الحوثي قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية القريبة من المواجهات ليست هذه العملية الأولى التي يعلن فيها القتال لكسر حصار تعز إذ سبقوا أن أعلنت السلطة المحلية في تعز ومعها الجيش والتحالف انطلاق معركة تحرير من قبل غير أن الأحداث الميدانية تذهبت باتجاه تجميد الواضع وعدم تحقيق إنجاز نوعيا في المدينة والسؤال اليوم ماذا سيكون مصير هذه العمليات العسكرية تعود المعارك في مدينة تعز من جديد معارك خارج المربعات المحررة هذه المرة باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين بين القوات الحكومية وغزاة المدينة المحاصرين لها انطلقت معركة كسر حصار تعز بهجوم واسع انشنت قوات الجيش على مواقع ميليشيا الحوثي غربي المدينة هل تتواصل حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار أم أنها ستكون مثل سابقاتها ولم تحقق سوى الانتصارات الإعلامية والقتل والجرحى معارك عنيفة دارت حول محيط الدفاع الجوي وجبل الوعش وتباب القارع ومواقع أخرى لميليشيا الحوثي التي استجمعت قواها لترد بقصف عنيف وعشوائي على أحياء ومساكن المدنيين القريبة من مناطق المواجهات هجوم القوات الحكومية مكنها من التقدم في عدد من المحاور القتالية في جبهات عنصوى والوادي الأخضر وأسفل منطقة عصيفرة وشمال المدينة فيما لا تزال تسيطر نارياً على مرتفعات القارع والمدرجات والزانخ غربي المدينة اعتبرت معارك الساعات الأخيرة الأشرس منذ حوالي عام ودمرت خلالها أربعة دوريات تابعة للميليشيا في مناطق العراعر والعرسوم والدفاع الجوي وخسرت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى قائد محور تعز اللواء سمير الصبري قال إن المعارك تهدف إلى كسر الحصار عن المدينة مشيراً إلى استمرار المعركة وتقدم الجيش وتراجع وانهيار صهوف ميليشيا الحوث الانقلابية معارك لكسر حصار المدينة التي عانت ويلات الحصار والمجازر التي ترتكبها الميليشيا بالقصف على التجمعات السكنية منذ سنوات معارك يتوقع أن تتسع دائرتها ونطاق أهدافها خلال الأيام القادمة غير أن اللافت عدم مشاركة مقاتلات التحالف وغياب غاراتها الأمر الذي يثير الكثير من الاستفسارات حول التنسيق مع التحالف والشرعية مع عودة المعارك يجد أبناء تعز أنفسهم بين بشائر كسر الحصار وتحرير ما تبقى من المدينة وبين مخاوف غياب التنسيق وتكرار سيناريو الانكسارات فالمناطق التي تم تحريرها سبق وأن تحررت من قبل واستعادتها الميليشيا من جديد مجدد ترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل يمني كما أرحب من يطم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تعز الصحفي عبدالعالم بجاش أرحب بك إذن سيد عبدالعالم معنا إلى هذه الحلقة من المسائل يمني دعنا بداية نصعرض ما الذي حدث اليوم في تعز ما هي تطورات الخارطة العسكرية هناك بداية معركة اليوم كانت معركة عظيمة هذا يوم من الأيام الأكثر سرورا بالنسبة لأبناء تعز الكثير من أبناء تعز استمروا يقضين أثناء المعارك وهم يشعرون ببهجة لانطلاق مثل هذه المعركة واثقين أن انكسار الميليشيات الحوتية قادم طال الوقت هو قصر الجيش شن عمليات هكومية واستعادة زمام المبادرة الهكومية في جبهات عدة شمالية المدينة وغرب المدينة كذلك حقق الجيش تقدم نوعي كما أن الجيش يعمل في هذه المرحلة كما يبدو بوتيرة مختلفة هناك تأثير واضح لعمليات التدريب هناك أداء أفضل على مستوى عمل القوات واختيارها لوقت ومكان المعركة بما يتناسب مع الظروف الأفضل لحماية المدنيين الجيش ينتقل الوقت بشكل جيد وصار هو اليوم من يحدد زمان ومكان المعركة هذه معركة يبنى عليها إسقاط المخطط البريطاني الهادف لتصفية الشرعية معركة اليوم التي قرت سيكون لها تأثير بالغ كما أن تعز واثقة بالجيش الوطني وقدرتهم على كسر الحصار الغاشم المستمر للعام الخامس وليس مهما الوقت الذي يأخذه الجيش الجيش صار اليوم محترفا وله أن يأخذ وقته ومدى ما يؤمن به التعزيون أن مدينتهم ستتحرر وأن هذا العدو الحوثي الإيراني الغاشم سوف ينبحر من هذه المدينة الصامدة للعام الخامس طيب تحدثت الآن أنت عن إسقاط المخطط البريطاني لإسقاط الشرعية كيف يمكن يعني هل ما هي البوادر حول إسقاط يعني حول المخطط البريطاني فيما يخص تعز حدثنا عن هذه النقطة بشكل أكبر المخطط البريطاني سأوضح لك هذه النقطة وأنا كنت أحد الإعلاميين المشاركين في استوك هولم بدأ المخطط البريطاني من قولة استوك هولم التصرف البريطاني كان واضحا في التقليل من شأن الشرعية واستبعادها ولا يقتصر الأمر على استبعاد إعلامي الشرعية لا يقف الأمر عند هذه النقطة وإنما كان هناك مسار لتسويق الميليشيات الحوثية الإيرانية ومحاولة فرضها على الشعب اليمني بحكم العلاقة القديمة ما بين بريطانيا باعتبارها صانعة الميليشيات العرقية في المنطقة وفي اليمن المخطط تصفية الشرعية نفذه بشكل متسارع المبعوث الأممي ونحن نلاحظ تطوراته في الحديدة قبل يومين كان لوسيغارد في عدن ويطالب الحكومة الشرعية البدء بسحب قواتها لقرابة أربع كيلومتر من المناطق التي تقدمت إليها في مرحلة السابقة يطالبون الشرعية بسحب القوات بينما يتحل للحوثيين إعادة انتشار وإعادة تموضع معركة تعز يبنى عليها إسقاط هذا المخطط الذي تتبناه بريطانيا الهجمات من الواضح أن ركود القبهات الذي فرضته الربعية الدولية الربعية التي تقودها بريطانيا والربعية في كل القولات دائما هي التي تقف وراء الضغط على التحالف العربي وهي المسؤولة عن تجميد قبهات الشرعية خلال المرحلة الماضية تم تجميد قبهات الشرعية ولاحظنا أنه أتيح المجال للميليشيات الحوثية للتحرك طولا وأعرضا دون رادع حتى أن الميليشيات فكرت قبل قرابة شهر أنها على وشك النفاذ إلى عدن لذلك تلا ذلك ما لاحظناه استعادة زمام المبادرة العسكرية من الضالع والمرحلة التالية استعادة زمام المبادرة العسكرية من تعز والخبر السار أن القيش حاليا يعمل بطريقة منظمة وهناك شكل كبير من التخطيط القيد لهذه المعارك الأمر الآخر هو أن هذه المعارك تتزامن مع توقيت مهم بالنسبة لما يجري داخل صنعاء فالمغرر بهم مهم شريحة لا بأس بها في تعز وفي اليمن المغرر بهم في صفوف الميليشيات الإيرانية رأوا ما حصل مع سلطان السامعي هذه الميليشيات الإيرانية تريد استعباد جميع اليمنيين وإذ لا لهم بكل الطرق وبكل السبل هي لا تعترف بأي شيء اسمه شراكة ولا أي شكل من هذا الكلام الذي ظلوا يرددونه لسنوات طويلة لذلك تعز تخض معركة في ظروف حاسمة ونلاحظ أن الأيام القادمة ستكون مبشرة بالكثير من المفاقات يعني أنا أفهمك أن دلالة توقيت هذه المعارك أنها جاءت بعد صحوة إن صح التعبير على مستوى الجبهات خصوصا جبهة الضالع لأن هذه المعركة تأتي في تعز بامتداد يعني هنا خطة متكاملة من قبل الجيش تقصد في سياق عملية لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة السلطة الشرعية هذه العمليات هي بداية صحوة وخصوصا للجانب السعودي من الفخ البريطاني الذي نصبه وزير الخارجي البريطاني لاحظنا أن ركود الجبهات الشرعية في اليمن أدى إلى زيادة العدوان الإيراني الحوثي على السعودية وعلى الدول الخليجية وزيادة التهديد الإيراني لهذه الدول هذه هي النتيجة الوحيدة لعملية تثبيت وفرض ركود الجبهات الشرعية ما حصل في الضالع وفي تعز أن الجيش أثبت ببساطة أنه قادر على دحر هذه الميليشيات وهزيمة حشودها التي استمرت الميليشيات طيلة الشهور الماضية في الإعداد لها وسوقت أنها ستعد اقتحام المدن في إطار الترتيبات البريطانية التي تمت في الخفاء والتي بدأت في استوكولم نحن نلاحظ اليوم أن الصراع بلغ ذروتهم ما بين الشرعية وما بين المبعوث الأممي لكن نلاحظ أن أطراف في التحالف فخاصة الإمارات لا تزال واقعة في الفخة البريطانية وتعتمد إرشادات القانب البريطاني لذلك عندما تم العدوان على المنشآت النفطية السعودية لاحظنا أن السعودية أبدت انتعاضها بشكل كبير وظهر وزير الخارجي البريطاني يهدد أنه سيعيد تفعيل ملف خاشقي يريدون تسليم اليمن لإيران كدية لموت أو لمقتل خاشقي وهذا باطل فادح لذلك تكتسب معركة تعز أهمية كبيرة أكثر مما يبدون على السطح تفضل بالبقاء معي سيد عبدالعالم ورحب بمن ينضم لنا عبر السكايب من كندا الدكتور عبدالقادر الجنيد النشط السياسي والحقوقي أهلا بك دكتور دكتور يعني الجيش يعلن انطلاق معركة تكسر حصار تعز المعارك تشتد بالخصوص في مناطق الغربية شمال الغرب تعز كيف تتابع هذه المعارك الأخيرة بين القوات الحكومية وكذلك الحوثية؟ أهلا وسهلا الأخ البقيه أخواتي مباركة لك ولكمهور الكريم أنا قد كنت عازف عن الكلام عن تعز الأسابيع طويلة جدا بسبب ركود الوضع والمنازعات والمناحرات وسوء أوضع الناس سواء في الخدمات أو في الإغاثة أو في الأعمال أو البطالة أو الأمر وبعدين أول ما سمعت أن مكبرات الصوت تعلن انطلاق عملية التحرير خطلطت عند المشاعر في الأول قلتهم هذا مزيد من نفس الشيء وبعدين قلت لا هذا حدث عظيم لا يمكن أن يستمر الواحد في صنفه وبعدها تأثرت كثير جدا أول ما سمعت أنه كلمة تحرير تعز سنحرر تعز هذه كلمة نسيناها لم يعود أحد أبداً أبداً يتكلم عن هذا الموضوع لم أسمع أحد يقول كلمة تحرير تعز منذ أكثر من عام ولا حتى في الكلام ولا حتى في بيع الكلام وأخيراً سمعناه فما قدرت شلا أني أؤيد هذه الخطوة أي شيء في اتجاه تحرير تعز هو شيء مطلوب للغاية ونحن مع هؤلاء الذين انبروا لهذا الشيء ونأمل أن يكونوا على قدر وعودهم النقطة الثانية التي أود أن أتطرق لها وضع أوضاعنا عندما تنطفع الجبهات وأوضاعنا عندما تنشط الجبهات عندما تنطفع الجبهات تظهر أفكار وتحليلات غريبة آخرها طازق أمس واحد اسمه جونسون وهو من ضمن المستشارين حق الولايات المتحدة ومعه مركز استراتيجي خاص لليمن تصور أنه عمل تحليل كامل عن الوضع الحالي وبعدين قال أنه لا يمكن هزيمة الحوثيين وبما أنه لا يمكن هزيمة الحوثيين يجب عمل حزمة اقتراحات هذا شخص قريب من غريفرتس يعني ما أبرز ما قاله أيها أبرز ما قاله واحد أنه لا يمكن هزيمة الحوثيين اثنين يجب إلغاء كل قرارات مجلس الأمر شنثين واحد ستة وكل القرارات الخاصة بالمعاقبة والانقلابيين وبعدين من ضمن الأشياء قال الأمم المتحدة تستلم الميناء الحديدة مقابل فتح مطار صنعاء وبعدين قال أنه كل الأسلحة اللي عليها قرارات من مجلس الأمر بمقابل قرارة 2216 والانسحاب من المدن قال توضع الأسلحة كلها في مخزن بس تصور قاله المفتاح المخزن فيه مع الحوثي ونعم الأمم المتحدة تجلس مرابضة قبل المخازن لأجل طيارات التحالف لا تجيش تفكر الأسلحة هذه يعني نطفل قبهات تظهر أشياء واقتراحات عقيبة يعني أنا أقدر أتكلم عن سلسلة المقالات التي يكتبها المحليل الأقانب والمحليل الأقانب أدل سواء في تشات هام هاوس أو في ناس قريبين من الأمم المتحدة مراكز تفكير يدفع لها فلوس مقابل أنها تطلع بتحليلات وتهيئة الوضع لما يريدونه يعني طيب في هذا السياق هل ترى دكتور أن هذه العمليات ستكون مستمرة بحيث أن تغير الخارطة على الأرض حتى يعني هذه التحليلات هذه الأشياء الغريبة التي تحدثت عنها التي تبرز عندما تنطفى الجبهات ستذهب أدراج الرياح ستتغير بحكم واقع جديد يفرضه الجيش والمقاومة الإجابة الأمينة لا أدري هذا يقولون أن انطلقت عملية التحرير ونحن سنكون عند حسن الظن وسنصدقهم ويجب أن يفوا بالوعد الناس تعبوا من عدم الوفاء بالوعد سمعنا وعودا لا أولا لها ولا آخر منذ 2015 و2014 ولم ينبي أحد الوعد إذا لم ينفذ الوعد ستكون نكسة أخرى لكن أنا بالنسبة لي لن ننتصر إلا بثلاث شروط إذا كنت أريد أن نقولها الآن أو ننتظر إلى بحور ثاني طيب دعنا نسمع هذه الشروط الثلاثة لكن قبل ذلك أرحب بمن ينضم لنا منتعز الناطق باسم الجيش هناك العقيد عبد البسط البحر أو المتحدث باسم الجيش هناك أرحب بك سيادة العقيد أهلا وسهلا إذن في سياق الحديث عن المعارك ما هي مستجدات الأوضاع العسكرية في الساعات الأخيرة في تعز حياك الله أخي الكريم وحيا الله المشاهدين جميعا وحيا الله ضيوفك الكرام وبالنسبة لتعز تعز هي دائما في معارك مستمرة ومواجهات جلسة خلال الساعات الماضية والأيام الخير الماضية كانت المواجهات الأعنق والمعارك الأشد في أفضاع على مدى الشهور الأخيرة كانت المعاركة في البداية هي معاركة دفاعية في الأساس لأن الميليشيات الإنقلابية عززت الأفراد والآليات إلى محيط مدينة تعز وحاولت أن تقتحم وتتسلم بعض مواقع الجيش لكن الجيش الوطني بفضل الله تعالى ثم بعضها من الرجال الأبطال كان على مجتوى الجاهزية القتالية والمعنوية العالية تم رد عن الميليشيات وقام بالعملية الهجوم المضاد وفعلا استطاع أن يدمر بعض المواقع الدفاعية والأنساق الأمامية لدفاعات العدو وأيضا استهدف أهداف حيوية في عمق الجبهة فأتم تدمير مدفعية ومنها مدفع 106 وتدمير أطقم فورد عليها رشاشات ثقيلة حيار 23 و14 ونص وأيضا تم استهدف أماكن تمركز القنافات التي تقنص إلى المناطق المحررة وإلى الأحياء السكنية وأيضا تم تدمير عدد من الحواجز الهندسية وتفكيك عدد من شبكات الألغام والعمارات المفخخة وبالتالي الجيش الوطني قام بمهمة وهنا خطط عسكرية محكمة وقيادة عسكرية ذات خبرة وتجربة وتسير الأمور وسط المخطط لا معركتنا هي معركة النفس الطويل مع هذه الميليشيات الإنقلابية ونحن اليوم أو غدا أو الشهر القادم أو العام القادم نحن في صراع مستمر ومعركة مستمرة ولا حل ولا خيار أمامنا إلا خيار العسكرين بهدف تأمين المناطق المحرقة وإيقاف جرائم الميليشيات في القصف والقنص وإلى الأحياء السكنية وأيضا التلغيم والتفخيخ وأيضا الحصار الجائر على المدينة وفتح المعادر فمعركة نبين الله تحقق أهدافها وستستمر هذه المعركة وحتى يتم تحقيق النصر الشامل تم تقدم القوات إلى مواقع جديدة وإلى هيئات وتلال حاكمة ومطلة على عدد من الأماكن المهمة في شمال وشمال غرب المدينة والمعركة مستمرة وهناك سيكون مفاقات كبيرة عن تجاوز النصر الدفاع الأول للميليشيات الإنقلابية في هذا السياق إلى أي مدى هناك هذه المعارك تتزمن مع معارك في جبهات أخرى في الضالع هل هي معركة موحدة الآن تجري السنزاف الميليشي بشكل كامل؟ هل هناك تنسيق أيضا مع التحالف؟ ما هو حجم تدخل التحالف فيما يحدث الآن في تعز؟ معاركة تعز ذكرت لك أنها معاركة مستمرة وجبهاتها جبهات مفتوحة وكل يوم هناك معارك قد تخفض هذه المعارك أو تهدأ بعض الجبهات لكن تشتعل وطيرتها في جبهات أخرى ولا تقتصر على جبهات محيط المدينة وأيضا جبهات الأرياء في الضباب وفي مقبنة وفي حيثان وغيرها من الجبهات فمعاركة ضمن مصرح الأعمال القتالية للجمهورية اليمنية وضمن الخطط المرفوعة للقيادة الشرعية والإتجاه وبين الله تعالى أن يكون الأيام القادمة والمراحل القادمة مبشرة بالخير الكثير ومبشرة بالناصر بين الله تعالى سيدة العقيد لم تجبني هل كانت هناك مشاركة للتحالف العربي في سياق هذه العملية هل كانت هناك ضربات لطيران التحالف اليوم الأشقة بالتحالف العربي هم داعم ومساند لمعركة التحرير في اليمن والاستعادة الشرعية ودعم وإسناد الجيش الوطني منذ إعلان هذه الميليشيات الانقلابية وانقلابها على الشرعية وعلى النظام الممهوري كان موقف الأشقة واضح بدعم وإسناد الشرعية وإسناد الجيش الوطني أشكرك كنت معنا عبر الهاتف من تعز العقيد عبد البسط البحر المتحدث باسم الجيش في تعز وأعود إليك سيدة عبدالعلم بجاش معنا من تعز يبدو أن التحالف لم يشارك إذن اليوم يعني عندما نسأل سيدة العقيد أنه ما هو حجم المشاركة اليوم يجبنا أن التحالف يدعم بشكل عام الشرعية منذ بداية إنشاءه وبداية عمليات عاصفة الحزن لكن أول يوم يبدو لا يشارك أشير بداية إلى التصريح الذي قاله ناطق التحالف قبل يومين وهدد الميليشيات الحوثية بإعادة تسريع وتيرة العمليات العسكرية ليس بالضرورة أن يكون كل شيء مكشوفا وحتى لو لم يكن التحالف مشارك هذه إرادة محلية وهذا حق واستحقاق تاريخي لأبناء تعز أبناء تعز مؤمنين بهذا الأمر وما يجب ملاحظته أو الشيء اللافت للنظر اليوم في تعز هو البهقة التي سرت في المدينة كلما عاودت قوات القيش شن هجمات على ميليشيات الحوثين التي تحاصر المدينة والتي تأتي عليها للعام الخامس ليس بالضرورة أن يكون الأمر مرتصلا على الدوام بالتحالف هذا حق واستحقاق تاريخي لأبناء تعز وبالنسبة للحكومة لكن أنت قبل قليل قلت أن هذه العمليات بداية صحوة ليست بعيدة أنت حدثت أنه قبل قليل قلت لهذه العمليات بداية صحوة وخاصة من الجانب السعودي هي بداية صحوة يعني يجب أن يشارك وإذن فيها المتحدث باسم التحالف قال قبل يومين أن التحالف سيسرع وثيرة العمليات المسكرية في رده على إطلاق الميليشيات طائرة مسيرة نحو مطار في السعودية وعيان مدنية لا يبعد الأمر كثيرا عن هذا الإطار والملاحظ أن معركة تعز ومعركة الضالة تحديدا أعادت موقف التحالف والشرعية إلى مركز قوة أفضل مما كانت عليه قبل انطلاق هذه العمليات تفضل بالبقاء معي سيد بجاش أعود إليك دكتور عبدالقادر الجنيد يعني في سياق الحديث عن مشاركة وتنسيق هذه العمليات وتزامنها في أكثر بالمنطقة وربطها بتصريحات الناطق باسم التحالف التي أشار إليها السيد بجاش قبل قليل برأيك إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يحدث اليوم في تعز صح وتغير من قبل التحالف تحديدا في سياق التعامل مع الواقع على الأرض في اليمن في الجبهات تحديدا أنا بالنسبة لي لم أرصد أي بشائر أو منذرات بما حدث من اندلاع المعارك في تعز كله ابتدى فقه وبدون أي بشائر أو علامات مسبقة لكن لأجل تكون العملية جدية والقبهات جدية أنا أعتقد أنه فيه ثلاث شروط يجب أن تسبق أي عملية جدية للتحرير سواء في تعز أو في كل اليمن في كل القبهات أول شيء ترتيب البيت لا أحد يستطيع أن يحارب وحاضنته ليست مرتبة وليست منضبطة لا يمكن لتعز ولا لغير تعز أن تحارب وهناك انفلات أمني وهناك تنازع بين الأحزاب وهناك تنازع بين القوى وهناك تبادل اتهامات بين الناشطين وهناك تسيب في كل شيء لا خدمات لا إغاثة لا نظافة لا شيء البيت يجب أن يترتب سواء في نهم أو في ميدي أو في صرواح أو في تعز وفي تعز هي الكبرى لأن أكبر بؤرة تناحرات هي موجودة في تعز يجب ترتيب البيت قبل أي عملية تحرير جدية هذا الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر المناطق التي تحت سيطرة الحوش هذه يسكنها أهلنا عيال عمنا أخوالنا أبناءنا خواتنا إخواننا أنسابنا كيف يستقر ويستكين هكذا بهذه الطريقة تحت سيطرة الحوش كيف يستطع الحوش أن يتفاهم معهم ويضمن هدوءهم ونحن لم نستطع أن نتواصل معهم كيف يفضلون البقاء في الحوبان هذا ما نسمعه كيف يفضلون البقاء في الحوبان على أن يكونوا في تعز لماذا؟ هذه مسألة يجب أن تحل حكاية التواءم مع أهلنا تحت سيطرة الحوش وهذا أيضا ينطبق على مناطق القبائل في الشمال وعلى ميدي وعلى الحديدة وعلى كل مكان كيف لا نتعامل مع أبناءنا وأهلنا هناك؟ النقطة الثالثة فنون الحرب العسكرية والآلة الحربية للحوش هناك تقرير طويل عظيم عمله واحد اسمه مايكل نايت من أكاديمية الويست بوينت العسكرية الأمريكية وهو مقال رصين للغاية وفي امتهى الحرفية وهو يقول أنه كان يزور في جبهات الحوثي ووصفها بالحرف ومن خلال وصفه تستطيع أن تدري بتكتيك القناصة وتكتيك الألغام وتنتيك محاصرة مدينة طويلة عريضة مثل تعز بحفنة من الميليشيات هو ويصف هذا بالتدريج يجب أن يقرأ أبطالنا وخبراءنا العسكريين هذا التقرير أنا نشرته عدة مرات وترقمت منه فقرات التي تهمنا بالتفصيل الممل يجب أن يقرأوا هذا ويجب أن يكون هناك فكر عسكري هم بيستعملوا ما يسمى بفنون الحروب غير التقليدية التي تبرع فيها إيران ولا صعوبة في مواقهة الفكر العسكري بفكر عسكري مضاد يجب دراسة تكتيكاتهم سواء بالقناصة أو حقول الألغام أو المتاريس التي يعملونها خلف هذه الحقول ويجب ابتكار أشياء من خلف خطوطهم أنا لست عسكرياً ولكن هذا مكتوب أيضاً أي أحد يجب أن عندما يقرأه بسهولة سيفهم ما الذي يحدث من جانب الحوثي ولما هذا تفوق الظاهر للحوثي في المعارك ثلاث أشياء واحد ترتيب البيت اثنين إخواننا في المناطق التي سيطرت الحوثي ثلاثة الفنون العسكرية التي يجب أن تتبعها طيب دعنا في هذه النقاط أخذ نناقشها مع سيد عبدالعالم بجاش فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي للشرعية برأيك سيد عبدالعالم إلى أي مدى هذه الخطوة أصبحت منجزة الآن وهذا الأمر يمكن التعويل عليه في السياق أن هناك جبهة موحدة بداخل الشرعية هي التي تواجه ميليشيات الحوثي الآن في مناطق القتال أو جبهات القتال فيها أثبتت معارك الأيام الثلاثة الماضية تحولا بدأ إلى حد ما على مواقع التواصل الاجتماعي فالكثير من مناصرية الحزاب الذين لم يتوقفوا يوما عن التراشقات لاحظنا أن معظمهم تقريبا تحولوا إلى جانب محافظتهم تعز وهي أمهم وبيتهم الكبير مسألة تحرير تعز يبدو أنها توفر فرصة غير عادية للقوى السياسية خاصة أن تعز هي اليوم البيت الوحيد للقوى السياسية والأمل الوحيد لاستمرار الحياة السياسية وعدم انزلاق اليمن إلى متاهة الميليشيات الصغيرة التابعة لأشخاص ووجهات وبالتالي هناك مسؤولية مضاعفة أمام التحالف الوطني الذي تم إعلانه من سيئون التحالف الوطني القديد للقوى السياسية هناك مسؤولية كبيرة على هذا التحالف تجاه تعز هناك أيضا خطوات هل ظهرت بوادر فيما يتعلق بهذا التحالف بداخل تعز؟ يقب على العليمي والباركاني وغيرها القيام به من خلال متابعتك سيد بجاش ما هي مظاهر هذا التحالف التي تبلورت بداخل تعز؟ ليس هناك الكثير ما أعلنه التحالف من سيئون قال أن لديه خطة عدها وأن تعز جزء من هذه الخطة وأنه ينوي افتتاح فرع له في تعز لكن لا شيء عمليا بدأ حتى اليوم في تعز كلما هناك نوع من الالتفاف الشعبي حول تعز وإلى جانب معركتها التاريخية المنتظرة أنا لاحظت تقريبا خلال الساعات الماضية هناك حافزية غير عادية لدى الشباب خاصة عندما أتت إلى الحارات والأحياء دعوات النفير لقنود القيش هناك رغبة في الانضمام إلى الجبهات وهناك فرح وسرور في الأحياء والحارات ومن قبل فئات كثيرة وبالتالي أدرك التعزيون كيف يواجهون هذا العدوان الحوثي الإيراني الذي دائما يراهن على قلة صبر اليمنيين ويراهن على ما قاله الدكتور القنيد وهو إدارة شروب صغيرة وتعتمد على طول النفس يمكن القول أن تعزيون نفسها أطول وأطول كثيرا من ميليشيا العدوان ولن يطول بقاء هذا العدوان في تعز هناك معلومات تقول أن الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها بدأت بتقنيد الكثير من أبناء تلك المناطق ضمن ألوية وهي تخبرهم أنها مهما طال الزمن فإنها لن تبقى في تعز وبالتالي تضع كنوع من الاحتياطة للمستقبل أو الترتيب لمرحلة خروب هذه الميليشيات هناك معلومات تؤكد أن الميليشيات جندت خلال الفترة الماضية أعداد كبيرة في ماوية ومديريات خاضعة للميليشيا حتى الآن لكن الملاحظة التي قالها الدكتور القنيد ذا هامة فيما يتعلق بأبناء تعز في المناطق الخاضعة للإنقلابين ليس هناك أبناء يمكن وصفهم بأنهم أبناء أبرار لهذه المدينة الصابرة يتعاملون كما يتعامل قزء من أبناء تعز قزء من أبناء تعز لا يزالون يقفون مع ميليشيا العدوان الإيراني التي حاصرت وتقصف تعز للعام الخامس أكثر من قرابة أربعمائة ألف قذيفة وصاروخ تم إطلاقها عمداً وعدواناً على هذه المدينة وآخرها قذائف صباح اليوم أطلقتها الميليشيات ولذلك معاركة تعز تاريخية وأبناء تعزين في هذا السياق يجب السؤال هنا أين دور السلطة المحلية في مراقبة هذه العملية في إدارة هذه العملية كيف ترى؟ يعني ما هي المعلومات لديك حول هذه النقطة أو هذه الزاوية بالتحديد؟ تقريباً ما قام به وكيل أول للمحافظة اليوم إعادة افتتاح عدد من الأقسام التي أقفلت في مستشفى الثورة خلال الأيام الماضية وتم إعادة افتتاحها اليوم وذلك تحسباً لاستقبال جرحة ومصابين وأيضاً حالة مدنية أيضاً الأنباء التي تتردد عن توقيه المحافظة بصرف 50 مليون ريال لجرحة تعز هناك قضية أكبر يؤمن بها أبناء هذه المحافظة ويجب أن تتشكل حالياً وفي هذا التوقيت نوع من العصبية البارة من أجل الخير ومن أجل تخلص هذه المحافظة من أجل مواقهة العصبية المليشية الحوتية الطائفية عصبيتها في الشر والعدوان يجب على تعز أن تتعصب لمسألة التحرير والقضاء على هذه الجائحة الحوتية التي مهما تطاولت فإن مصيرها الزوال حتماً تفضل بالبقى معي سيد بجاش أشعر إليك دكتور عبدالقادر في الحديث عن الاهتمام بهذه المعركة هل كانت لديك ملاحظات حول اهتمام الحكومة الشرعية اهتمام الرئاسة وكذلك قيادة الجيش الوطني ووزارة الدفاع أيضاً رئاسة الأركان فيما يتعلق بهذه المعركة كيف تبع ذلك؟ باختصار لا يوجد أي شيء من هذا القبيل والثانية أنه هذا جزء من مشكلتنا فيما يطلق عليه باسم ترتيب البيت البيت غير مرتب سواء من أعلى من فوق أو من أسفله في السلطة المحلية في تعز نحتاج إلى عمل كثير وإلى شغل كثير وهذه مشكلتنا كلنا ومشكلتي أنا شخصياً بطريقة حادة أنا مع الشرعية قلباً وقالباً ولكن أعتقد أن أداءها يحتاج الكثير من التحسين أنا مع السعودية ومع التحالف ولكن أعتقد أن أداءهم يحتاج إلى شيء من التحسين وأنا مع اندلاع المعارك ومع السلطة المحلية ولكن أيضاً أعتقد أن أداءهم يحتاج إلى الكثير من التحسين إذا عدنا إلى سؤالك أنا أعتقد أن هذا من ما يحدث في تعز الآن يدخل في باب المفاقعة لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق ولا توجد أدلة على أن هناك معرفة بالسلطات الأعلى أو الأوسط أو الأدنى بما يحدث لكن هذا يفترض أيضاً عدم علم الحسين بهكذا مسألة وهذا أمر سيكون مفاجئة لهم وهذا قد يكون بشكل أو بآخر مفيداً لصالح التقدم على الكثير من الجبهات في المناطق التي يسيطرون عليها بحكم المفاجئة التي تتحدث عنها أنت كذلك المفاجئة ممتازة أي حرب لازم يكون فيها مفاجئة أو لازم يكون فيها خدعة هذا أمر مفروغ منه لكن معنا إذا أنت الآن تدفعني إلى الكلام عن ما أسميه بالحروب غير التقليدية الحوثيون ضبطوا إيقاع المعركة بشيئين حقول الألغام بثلاث أشياء حقول الألغام والقناصة والتمترس خلفها ببساطة كذا ألف باتا اكسر لهذه الثلاث وينتهي الحوثيون الحوثيين في خمس دقائق هم ليسوا قوة رهيبة هم حركة من حركات الحروب غير التقليدية وفي اليمن وخاصة في تعز ثلاث أشياء قناصة حقول الألغام ومتمترس خلف حقول الألغام فقط وأعداد قليلة جدا التي تتقوم بهذا شكرا نعم دكتور أعود إلى سيد عبدالعالم بجاج في هذا السياق سيد عبدالعالم نتحدث عن نقطة أخرى طرحها دكتور عبدالقادر الجنيد مسألة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والناس الذين يسكنون هناك أيضا المناطق الواقعة من قرب المعارك ما هي أوضاع هؤلاء السكان هناك كيف هو حالهم الإنساني ما هي احتياجاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات سواء في تعز أو في المحافظات الأخرى هناك شعور زائف بالأمن أن الأمن موفر من قبل هذه الميليشيات والحقيقة أن الناس هناك جميعا أشبه ما يكونون برهائن مهما كان سوء الوضع في مناطق الشرعية فإن منطقة الدولة لا يزال موجودة ليس هناك أحد يعتقد أن هذه الأرض ملك له والأسرته بينما في مناطق الإنقلاب هناك شكل من الإرهاب الإيراني فرض نفسه ويوم أمس قال قائد في الجيش الإيراني أن بلاده نقلت ثقافة القوات المسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن ماذا يعني هذا؟ إنه يعني كل الثقافة القائمة على إبادة الناس إبادة المدنيين الممارسة واقتراف صنوف القرائم والانتهاكات القسيمة وأيضاً اختطاف الناس من الطرقات ثم ابتزاز أهليهم وإعادة الشكل القديم للرق وأيضاً فرض حكم جبري بالقوة والقهر حكم قائم على العنصرية وعلى الهيمنة السلالية وبالتالي الشعور بالأمن زائف في مناطق الإنقلابين سواء كانت في تعز أو في المحافظات وعلى الناس اللي يزجدوا لهذه الميليشيات العرقية على الناس اللي يزجدوا للعنصرية لأنها سم الشعوب كما قال جاك شيراك الرئيس الفرنسي الأسبا تبعات السجود للعنصرية مكلفة على المجتمعات ونحن نرى يومياً أشكال وأنواع من الانتهاكات الغير مسبوقة في تاريخ اليمن تمارس في مناطق الإنقلابيين وبالتالي على أبناء تعز خاصة في المناطق المحتلة من قبل الميليشيات أن يعيدوا التفكير استناداً إلى ما حصل مع سلطان السامعي والذي تقول معلومات أنه خاضع للقامة القبرية في صنعاء لمجرد أنه قال كلمة حق بسيطة وعلى التعزيين أن يكونوا مخلصين وأبرار تجاه مدينتهم وبيتهم الكبير وعلى القوى السياسية أن تأخذ زمام المبادرة وأن تعيد ترتيب البيت الداخلي ما لاحظته أنا اليوم في تعز وهناك حالة عجيبة حالة معنوية عجيبة سائدة في أوساط المدنيين إلى جانب الجيش الوطني هناك ثقة كبيرة بالجيش وهذا يجب أن يعرفه قنود وضباط الجيش الوطني أبناء تعز قلوب أبناء تعز وأفئدتهم مع الجيش الوطني وواثقون بقدرة هذا الجيش بعون الله على دحر الميليشيات الحوثية طال الزمن أو قصر هناك اعتقاد كبير في تعز أن معركة الخلاص التاريخية صارت قريبة وعلى الأبواب وعلى الميليشيات أن تشاهد ما يحدث في تعز لأن دائما هزيمة الميليشيات تأتي من هذه المدينة العظيمة والصابرة أشكرك سيد عبدالعلم بجاش على تواجدك معنا في هذه الحلقة بعودة إليك دكتور عبدالقادر الجنيد يعني في رسالة أخيرة فيما يتعلق بالوضع هنا يعني الوضع في مدينة تعز الناس هناك الذين يعانوا كثيرا من الخدلان ما هي الرسالة التي توصلها لهم في ختام هذه الحلقة لا يفرحنا شيء مثل تحرير تعز ولا يفرحنا شيء مثل الوقوف أمام هؤلاء الأبطال في الصفوف الأمامية الذين يذودون عن العرض والشرف وطهارة الأرض نحن مع المقاتلي لكن أيضا نريد الشروط الثلاثة بدون الشروط الثلاثة ستضيع قهودنا يجب واحد الشروط يترتب البيت الثنين ضبط أمورنا مع أهلنا في المناطق تحت الاحتلال الحوثي ثلاثة استعمال فهم الثلاثة الأشياء وأشياء أخرى اللي هي القناصة الألغام والمتمترسين حولها فهم طريقة التعامل معهم بعدها كل شيء سيكون تحصيل حاصل الحوثيون لا شيء لا شيء هم مقرد حروب غير تقليدية بعضها بميراث قبلي وبعضها بميراث القيش اليمني السابق وكثير منها من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ادرسوا تكتيكاتهم واعملوا خطوات مضادة وسينتهي كل شيء في غمضتين أشكرك دكتور عبدالقادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي كنت معنا عبدالسكاي من كندا شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاف في ختم هذه الحلقة فقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة